موسيقى نمسي عليكم بالخير عزائي المشاهدين الأجواء الحالية أجواء حارة وتصل درجات الحرارة حاليا على معظم المناطق البرية ما بين 30 إلى 38 درجة مئوية وتنخفض دوعا ما عن هذه المعدلات على بعض المناطق الساحلية وداخل البحر رياح جنوبية شرقية نشطة على فترات وقد تصل حتى نهاية هذا اليوم ما بين 15 إلى 45 كم في الساعة فرص الغبار المثار واردة وحاليا هناك غبار مثار نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الشرقية على بعض المناطق خاصة الحدودية الشمالية وكذلك الجنوبية وصل إلى أقل من 4 كم لكن في نهار يوم الغد متوقع أن سرعة الرياح قد تتجاوز الـ 65 كم في الساعة وقد تصل إلى حد العاصفة في بعض المناطق غبار مثار وأيضا راح يصاحب تراجع وتدني في مدى الرؤية الأفقية قد يصل إلى أقل من 500 متر ارتفاع في الأمواج أكثر من 7 أقدام لذلك أجواء راح تكون أو قد تكون مائلة إلى عدم الاستقرار في يوم الغد لذلك نتمنى منكم أخذ الحيطة والحذر وتأجيل أي نشاط خارجي في يوم الغد سواء بحري أو بري ونتمنى منكم أيضا متابعة نشراتنا الجوية باستمرار ومتابعة كل التحديثات التي تصدر أول بأول من قبل إدارة الأرصاد الجوية متمثلة في جميع حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي كويت مت الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء غائمة جزئيا مع رياح جنوبية شرقية تصل سرعتها حاليا إلى 9 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة حاليا 28 درجة مئوية رطوبة النسبية حول الـ 40% رؤية الأفقية لا زالت ممتازة تجاوز 10 كيلومتر لكن مع نشاط رياح الجنوبية الشرقية متوقع أنه قد يكون هناك تراجع النسب في مدى الرؤية الأفقية على فترات صور الرغمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية تبين لنا عبور السحب على دولة الكويت وكذلك على معظم الأجزاء الشمالية من شبه الجزيرة العربية حاليا دولة الكويت لا زالت تقع تحت تأثير امتداد منخفض جوي بمأثر علينا بهوى كوس متوقع أنه سيستمر معانا حتى نهاية نهار يوم الغد من بعدها سيكون هناك دخول لمرتفع جوي ومعها راح نلاحظ تحول في اتجاه الرياح إلى رياح شمالية غربية عبور السحب وارد ومستمر مع أيضا فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق وهذه الفرص راح تستمر معانا لعدة أيام الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء راح تكون غائمة إلى غائمة جزئيا مع نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية 15 إلى 45 كم في الساعة فرص الأمطار واردة ومستمرة خفيفة ومتفرقة وقد تكون رعدية على بعض المناطق ونشاط الرياح دائما راح يتسبب إثارة بعض الأتربة والغبار خاصة على المناطق المكشوفة وأيضا راح يتسبب ارتفاع الأمواج اللي أيضا راح يستمر معانا في صباح يوم الغد بفعل استمرار نشاط الرياح الجنوبية الشرقية واستمرار أيضا في فرص الأمطار المتفرقة اللي قد تكون رعدية على بعض المناطق وأجواء صباح يوم الغد راح تكون معتدلة قد تصل ما بين 22 إلى 23 درجة مئوية منتصف يوم الغد نلاحظ نشاط أقوى في الرياح الجنوبية الشرقية قد تجاوز سرعة هباث الهواء أكثر من 65 كم في الساعة ومثل ما ذكرنا قد يصل الوضع إلى حد العاصفة أحيانا وفي بعض المناطق غبار مثار وتراجع وتدني في مدى الرؤية الأفقية قد يصل إلى أقل من 500 متر وأيضا مصحوب بفرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق أجواء تميل إلى عدم الاستقرار لذلك نتمنى منكم أخذ الحيط والحذر في يوم الغد البحر طبعا ما ننصح فيه نشاط الرياح راح يتسبب دائما بارتفاع في الأمواج وأيضا عزاء المشاهدين فترة سبق السريات لا زالت مستمرة وأي استقرار خلال هذه الفترة يعتبر استقرار نسبي ومؤقت التكونات الجوية المفاجئة واردة خلال هذه الفترة وأيضا تكونات السحب الركامية التي صاحبها رياح هابطة نشطة واردة في أي فترة سريعة التكون ما بين بدءها إلى انتهاءها قد يستغرق ما بين 45 دقيقة إلى ساعة كاملة لذلك نتمنى منكم أخذ الحيط والحذر خلال هذه الفترة المواقع بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت موعد أذان الفير ساعة 4 و7 دقائق شروق الشمس ساعة 25 وموعد أذان المغرب ساعة 6 و11 دقيقة أما بالنسبة لأطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية في نهار يوم الغد 22 إلى 60 كم في الساعة وقد تتجاوز أحيانا هذه المعدلات وقد تزيد عن 65 كم في الساعة رياح قوية مصحوبة بغبار كثيف على بعض المناطق تراجع وتدني في مدى الرؤية الأفقية قد يصل إلى أقل من 500 متر أجواء أيضا رح تكون حارة قد تصل العظمى في مدينة الكويت إلى 37 أما الصغرى 22 درجة مئوية مع نهاية نهار يوم الغد رح تبدي تتحول تدريجيا رياح إلى رياح شمالية غربية ورح تبدي تتراجع سرعتها تدريجيا لكن رح يرجع معنا نشاط الهوى الشمالي الغربي مرة ثانية في يوم الأحد مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا وفرص الأمطار أيضا واردة في يوم الأحد خفيفة متفرقة وقد تكون رأدية على بعض المناطق أجواء رح تكون مائلة للحرارة خلال فترة النهار 32 أما الصغرى 23 درجة مئوية استمرار في الهوى الشمالي الغربي في يوم الأثنين لكن رح تتراجع سرعتها قد تصل ما بين 12 إلى 35 كم في الساعة لكن فرص الأمطار المتفرقة واردة ومستمرة في يوم الأثنين 34 العظمى أما الصغرى 21 درجة مئوية رياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه متوقعة في يوم الثلاثة مع أيضا فرص الأمطار المتفرقة التي قد تكون رأدية على بعض المناطق العظمى 33 أما الصغرى 22 درجة مئوية يوم الأربعة رح يكون هناك تحول في اتجاه رياح مرة ثانية إلى رياح شمالية غربية رح ترجع بإذن الله الأجواء مستقرة تدريجيا 10 إلى 35 سرعة الرياح وأجواء رح تكون حارة نسبيا 34 العظمى أما الصغرى 20 درجة مئوية عزا المشاهدين أجواء تميل إلى عدم الاستقرار في يوم الغد مثل ما ذكرنا نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تصل سرعة هبات الهوى أكثر من 65 كم في الساعة وأجواء قد تميل إلى أنها تكون عاصفة في بعض المناطق غبار مثار وتراجع وتدني في مدى الرؤية الأفقية وأيضا مصحوب بتكاثر للسحب وفرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق وارتفاع في الأمواج قد يزيد عن السبعة أقدام لذلك نتمنى منكم أخذ الحيطة والحذر خلال يوم الغد ومتابعة نشراتنا الجوية باستمرار وطبعا لمزيد من التفاصيل حول الطقس تقدرون تتابعون حساب إدارة الأرصاد الجوية في جميع مواقع التواصل الاجتماعي كويتمت وأيضا جميع مواقع التابعة لوزارة الإعلام في جميع مواقع التواصل الاجتماعي ونتمنى منكم أيضا عدم تداول أي رسائل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد التأكد من مصدرها نتمنى لكم السلامة خلال هذه الأجواء ونترككم الآن مع درجات الحرارة في بعض العواصم المدن حول العالم